السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين في أواخر شهر يونيو من سنة 1934 هتلر زعيم الحزب النازي ومستشار ألمانيا يدعو قادة الجنح العسكري في الحزب النازي اللي هم قوات العصفة يعني الـ S.A. يدعوهم إلى اجتماع طارق علشان يتناقشوا مع بعض في بعض الأمور اللي بتخص الحزب النازي والاجتماع ده هيكون في فندق هانسل بور في مدينة باد فيسي في ألمانيا وفي 30 يونيو سنة 1934 ينعقد الاجتماع وكل قادة قوات العصفة الكبار كانوا موجودين وحضرين مستنين بس هتلر يحضر علشان يبتدي الاجتماع ولكن هتلر يتأخر الله فين الراجل ده طيب كلمه لما ينفعش كده ده احنا قادة وضبات كبار يعني عيب لو نستنى ده كله حتى لو علشان هتلر لحد لما فقدوا الأمل ان هتلر ممكن يحضر ويتأجل الاجتماع ويمشي قادة العصفة كل واحد على قطه اللي محجوزانه مخصوص وأثناء ما قادة قوات العصفة نايمين ومطمنين في سريرهم إذ يحصل لبش في الفندق اللي هم نايمين فيه الله إه اللي بيحصل القوات الخاصة التابعة للحزب النازي والمعروفين بقوات الاس اس بيقتحموا الفندق بقيادة هتلر نفسه وبيقبضوا على كل قادة العصفة وعلى رأسهم القائد العام لقوات العصفة إرنست روم اللي هتلر أبض عليه وساجنوا في الفندق بنفسه لحد لما يلقى مصيره هو وغيره من حلفاءه من قادة العصفة ومصيرهم كلهم هو الاعدام لكل اللي سمع منكم سلسلة حلقات هتلر والنازية هيستغرب جدا إزاي يتعامل كل ده في إرنست روم ده صديق هتلر المقرب يعني مش حليفه ولا زميله في الحزب لأ ده الأصدقاء صحب جد وإرنست روم كان له دور كبير في صعود الحزب النازي ووصوله لله هو فيه ودور أكبر في وصول هتلر لسلطة ألمانيا ودور أكبر وأكبر في جعل ألمانيا كلها خاضعة للنازية وبعد ده كله هتلر يخون روم علشان نجاوب على كل الأسئلة دي لازم نرجع بالزمن شوية الورا وبالتحديد ليناير سنة 1919 لما قرر السياسي الألماني أندون دراكسلر إنه ينشئ حزب العمال الألماني ال-DAB وفي سبتمبر من نفس السنة هتلر ينضم للحزب وفي يوليوم سنة 1921 هتلر يصبح زعيم الحزب ويغير اسمه من حزب العمال الألماني إلى حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني أو ما يعرف بالحزب النازي وساعتها بدأ أول ظهور لما يعرف بقوات العصفة وهي الجناح المسلح للحزب النازي وعلشان بس الناس المهتمة بالتفاصيل الزيادة عن اللزوم فنعارف إنه مسمى قوات العصفة أقدم أصلا من الحزب النازي لإن اسم قوات العصفة أصلا كان بيستخدم من قبل الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى الجديد بالذكر إن قوات العصفة في بداية ظهورها كانت بتعرف على إنها الجناح الرياضي للحزب اللي هو بيتكون يعني بالمجبوعة من الرياضيين اللي بيمثلوا الحزب في البطولات الرياضية سواء المحلية أو الدولية ولكن في الحقيقة هم لا كانوا الرياضيين ولا حاجة هم عساك المسلحين مهمتهم حماية أعضاء الحزب ونشاطاتهم واجتماعاتهم وحوار الجناح الرياضي ده ما كانش إلا تمويه لإن كان ممنوع منعا باتا وجود أي قوة مسلحة في ألمانيا غير الجيش والشرطة الألمانية وده كلام منطقي يعني لإن الجيش الألماني ساعتها كان ضعيف جدا وتعداده محدود وعلى الله حكايته وكل ده بسبب معاهدة فرساي يعني أي تنظيم مسلح إن وجد في ألمانيا هيكون أخهم الجيش الألماني يبقى يلغيلي كل التنظيمات المسلحة في ألمانيا حتى التابعة للأحزاب محدش يمسك سلاح هنا فعلشان محدش يشك في قوات العصفة بقى يتم تعرفهم على إنهم مش عساكر بل رياضيين المهم إن الخطة تنجح والحزب النازي بقى له ضهري يتسند عليه ولكن في مشكلة صغيرة السلاح هنجيب سلاح للقوات دول منين؟ في نفس السنة اللي هتلر دخل فيها حزب العمال الألماني الضابط في الجيش الألماني إرنستروم هو كمان دخل الحزب سنة 2019 ومن ساعتها وهتلر ورم عز أصحاب وأقرب ما يكون للإخوات ولكن فيه فرق ما بين هتلر ورم رم كان مشهور في ألمانيا إنه هو بطل الحرب العالمية الأولى واتصاب فيها كذا إصابة منهم إصابة إصابها في وشه فضلت من نزمة بقية حياته يمكن لو حد غيره كانت صابة الإصابة دي كان ممكن يزعل ولكن رم الإصابة اللي في وشه دي كانت بالنسبة له فخر لأنها كانت علامة أي حد يشوفها على وشه يعرف إن الرجل ده بطل من أبطال الحرب وأبطال الحرب العالمية الأولى وخصوصا المصابين منهم كان لهم وزن وتقليف ألمانيا الناس كلها بتحترمهم لدرجة إن إرنستروم فضل محافظ على رتبة كابتن في الجيش الألماني حتى بعد دخوله للحزب النازي مع الإلم إنهما سحبوا الرتبة العسكرية من هتلر بعد ما دخلوا وده يوريلك مدى احترام الجيش لإرنستروم وأي حد من أبطال الحرب والمصابين فيها أو إرنستروم استغل مكانته في ألمانيا وفي الجيش الألماني علشان يسلح قوات العصفة بحيث إن كان له علاقات قوية بالضباط الكبار في الجيش واللي منهم الضابط فرانس فون إب القائد بتاع إرنستروم شخصية واللي كان له دور كبير في قمع الثورة الألمانية سنة 1919 المهم إن إرنستروم بفضل علاقاته قوية في الجيش الألماني قدر يجيب منه سلاح ويسلح قوات العصفة الله وبالسهولة دي الجيش الألماني إداله أسلحة إحنا لسه من ديقتين كنا بنقول إن الجيش الألماني ضد تكوين أي قوة عسكرية تقوم أول ما تتكون قوة يديها سلاح كده على طول؟ لا ما هو السلاح ده كان كده كده هيترمي كان لازم الجيش الألماني يتخلص من كل أسلحته السقيلة تنفيذا لمعاهدة فرساي وإرنستروم كان هو الضابط المسؤول عن تنفيذ هذا البند من المعاهدة يعني كان هو المسؤول إنه يلم كل الأسلحة السقيلة من الجيش الألماني ويتخلص منها يتخلص منها إزاي بقى؟ محدش له دعوة فبدل ما إرنستروم يتخلص منهم فعلا إداهم لقوات العصفة وفي مصادر تاني بتقول إن إرنستروم كان عاوز يدي برضو الأسلول الألماني لقوات العصفة بس دي معلش يعني هيعملها إزاي؟ هيلف السفن في كارتين يعني؟ علشان كده الجيش الألماني لجأ لتدمير هذه السفن علشان مفتشين دور الحلفاء لما يجوا ألمانيا ويفتشوا عن أي سلاح تقيل لو لقيوا السفن دي لسه موجودة مع الأسلول الألماني ممكن يتحفزوا عليها وياخدوها ويستخدموها ضد الألمان والألمان عندهم إن سفنهم تتضمر أرحم من إن حد غريب ياخدها منهم ما بالك لو كان الحد اللي هياخدها ده هو عدوك وده يدينا انطباع ليه الجيش الألماني تساهل في إعطاء الأسلحة السقيلة لإرنستروم؟ يا باشا أي حد ياخد الأسلحة دي إلا دور الحلفاء بس المصادر بتاعت يعني إن إرنستروم كان عايز ياخد السفن من أسلول الألماني ويسلح به قوات العصفة ضعيفة شوية وفيها بعض التناقض ولكن اللي متأكدين منه إن إرنستروم نجح في تسليح قوات العصفة بالأسلحة الموجودة مع الجيش الألماني أهو إرنستروم بعد ما جاب الأسلحة بقى عامل زي صاحب الكورة اللي هو أنا هجيب لكم الكورة بس ما قفش جول أهو إرنستروم هيجيب لكم الأسلحة بس هيبقى رئيس قوات العصفة علشان يكون إرنستروم هو صاحب الفضل الأول والأوحد في تسليح قوات العصفة ولولا إرنستروم قوات العصفة كانت تفضل عارية بدون أسلحة والجميلة دي الحزب النازي وهتلر شخصيا هيفضلوا شايلينها إرنست روم طوال حياتهم وفي سبتمبر سنة 1923 هتلر يحاول يعمل انقلاب عسكري في ألمانيا واللي كان اسمه انقلاب قاعة البيرة بير هول بوتش اللي تكلمنا عنه في سلسلة هتلر والحزب النازي ولكن ما تكلمناش عن الدور اللي عملوا إرنست روم في هذا الانقلاب إرنست روم كان المسؤول عن السيطرة عن مبنى وزارة الحرب في ألمانيا اللي هي فيها القيادة العامة للجيش الألماني وروم كان نجح في جزء كبير من تنفيذ دوره في هذا الانقلاب ولكن من سوق حظهم ان الانقلاب يفشل ويتم القبض على هتلر وروم وأعوانهم من النازيين وكلهم يتقدموا للمحاكمة المحاكمة اللي هتنتهي بسجن هتلر ولكن اطلق صراح إرنست روم فانت عندك هتلر في السجن وروم برا السجن وده اللي زود شعبية إرنست روم أكتر واكتر بين ضبطه وجنود العاصفة لأنه بقى هو الوحيد اللي ظهر في الصورة حاليا اللي وحيد اللي كان بنفسه على الشعبية في الحزب اللي هو هتلر مسجون هتلر بعد ما دخل السجن تم حظر الحزب النازي تماما وحظر كل حاجة تتعلق بيه حتى قوات العاصفة تم حلها وطبعا حل قوات العاصفة كان على الورق بس إنما في الواقع قوات العاصفة فضلت موجودة ولكنهم ما يقدروش يظهروا بصفة جنود العاصفة ومعلش يعني طالما جنود العاصفة مش قادرين يظهروا بصورتهم الرسمية يبقى لازمتهم إيه ما أنا مش قادر أستخدمهم وبعدين دول كتائب حربية كتير جدا مش عصابات مفيا نقدر نخبيهم علشان كده إرنستروم قات له فكرة إنه هو ينشئ قوات جديدة مختلفة عن قوات العاصفة تحت مسمى قوات الفرونت بان ولكن قوات الفرونت بان هيكون فيها بعض الاختلافات عن قوات العاصفة زي مثلا إن قوات الفرونت بان هتكون مستقلة تماما عن الحزب النازي ومش هياخدوا أوامرهم من قادة الحزب ولكن هياخدوا أوامرهم من ضباط متخصصين في قوات العاصفة يعني لو قدل في هتلر نفسه اللي هو زعيم الحزب النازي إدهم أمر ما يسمعوش كلامه في حين إن لو حتت ضبط معفن إدهم أوامر يسمعو كلامه وده اللي قادة الحزب النازي رفضو تماما اللي هو انتهت الد السلطة لضباط صغيرين أعلى من سلطة قادة الحزب النازي خبرية عم إرنست ده وسعت منك على آخر ومش كده وبس ده إرنستروم مشترض كمان إن هو يكون القائد الأعلى والأوحد لقوات الفرونت بان وطبعا الكلام ده كله حصل وهتلر كان لازال في السجن يعني لا يملك أي قوة إن هو يعارض إرنستروم ولكن بعد ما طلع من السجن رفض كل طلباته تماما انسى كل العتها والهابة اللي انت عايز تعمله بلاص حبة لبطيخ وفي سنة 1925 يتم فك الحزر عن الحزب النازي وبالتالي يتم فك الحزر عن قوات العاصفة ويعلن هتلر رسميا عودة قوات العاصفة وحل قوات الفرونت بان الأمر اللي أغضب إرنستروم جدا وخليه يحس بالإهانة وقلة القيمة كأن ملوش أي لازمة في الحزب بقى أنا أعمل كل ده وإنت في السجن عشان أرجع للحزب النازي يهبته ورجع الضهر اللي بنتسند عليه تقوم إنت بكل بساطة تهدم اللي أنا عملته وفي 1 مايو سنة 1925 إرنستروم يعلن استقالته رسميا من جميع المناصب السياسية والعسكرية في الحزب النازي اعتراضا على قلة التأدير اللي هو تعرض لها إرنستروم بعد الاستقالة بعت تماما على الحياة السياسية والعسكرية في ألمانيا كلها ورح بوليفيا كملحق عسكري هناك علشان يفيد الجيش البوليفي بصفته قائد وبطل من أبطال الحرب العالمية الأولى وعلى سنة 1930 يعني بعد خمس سنين من استقالته من الحزب النازي توصل لإرنستروم الرسالة من صديقه القديم هتلر بيطلب منه أنه يرجع من بوليفيا على ألمانيا فأسرع وقت ممكن عشان يرجع كقائد لقوات العصفة وبالشروط اللي هو عاوزها الله غريبة دي بعد خمس سنين انقطاع دلوقتي هتلر افتكر روم اش معنى يعني ايه اللي تغير قبل ما هتلر يرسل إرنستروم قوات العصفة كانت وصلت لمرحلة صعبة جدا من الفوضى لأن بعد ما إرنستروم سابهم وهو ما بقلهمش أي قائد محدد عشوائيين ومتفرقين في أنحاء ألمانيا وبياخدوا الأوامر من كذا جهة شوية ياخدوا الأوامر من قادة سياسيين وشوية ياخدوا الأوامر من ضباط عسكريين وده اللي كان عامل مشكلة للجنود نفسهم لأنهم أحيانا كانوا بياخدوا أمر من قائد عسكري وبعدها على طول ياخدوا أمر معاكس تماما من قائد سياسي الله طب ننفذ أنهي أمر نروح يمين ولا نروح شمال والفوضى دي وصلت لزروتها سنة 1930 لما قرر واحد منه الضباط في قوات العصفة واللي كان اسمه والتر ستينيس أنه يستخدم قوات العصفة في عمل تمرد على الحزب النازي فيما يعرف بتمرد سنة سنة 1930 من هنا ورايح قوات العصفة مش هيسمعوا أوامر القادة السياسيين ومش هياخدوا أوامرهم إلا من القادة العسكريين وبس وهيستقلوا تماما على الحزب النازي وكل تصرفاته السياسية قوات العصفة هي قوات عسكرية وفقط وهم اللي هتصرفوا بمزاجهم على حسب اللي هم شايفينه في مصلحة ألمانيا وطبعا كل ده هتلال رفضوا تماما إحنا أسسنا قوات العصفة علشان يحمونا مش علشان يحكمونا مش ملاحظين حاجة في كل كلام اللي إحنا لسه قيلينه من شوية طلبات ستينيس اللي طلبها في التمرد هي هي نفس طلبات إرنستروم اللي طلبها من خمس سنين إرنستروم برضو كان عاوز استقلالية قوات العصفة على الحزب النازي وكان عاوز برضو إنهما ياخدوا الأوامر منه ضباطه بس مش ياخدوا أوامرهم من القادة السياسيين الله وما اللي هتلال ركلم إرنستروم ليه ما كده كده لو روم رجع ومسق قوات العصفة هيعمل نفس اللي ستينيس عاوزه يبقى كده إحنا نكسبناش حاجة نفس السياسات اللي هتلال رفضها هتطبق برضو الفرق ما بين والتر ستينيس وإرنستروم هو إن إرنستروم صاحب هتلال يعني هيقدر يتفهم معاه راجل لراجل إنما ستينيس ده حتة عائل صغير وبعدين شوف الفرق ما بين اللي اتنين إرنستروم أول ما طلباته ترفضت استقال من الحزب ولكن ستينيس أول ما طلباته ترفضت عمل تمرد فهتلال ألف نفسه اللي نعرفه أحسن اللي ما نعرفوش نجيب إرنستروم ويطبق الأفكار اللي هو عاوزها هو طبعا ما قالش كده بالنص ولكن ده منقل على تحليل الشخصي وفي سنة 1030 إرنستروم يرجع المالية فعلا ويمسق قوات العصفة وينجعها متماسكة ومنظمة تحت سلطة شخص واحد فقط والشخص ده هو إرنستروم ومن هنا يبدأ العك كله إرنستروم حول قوات العصفة إلى عصابة راديكالية متطرفة بتعتدي بكل وحشية على أعداء النازية شيوعيين بقى ديمقراطيين يهود أعداء سياسيين الناس كلهم أي نعم ده في بعض الأحيان كان بيعجب هتلال وقادة الحزب بس المشكلة الكبرى إن ده بيحصل مش تحت إرادتهم يعني إرنستروم كان بيعمل تصرفاته المتطرفة دي في الوقت اللي هو عاوزه مش في الوقت اللي قادة الحزب عاوزينه وده اللي خلى هتلال يدي امتيازات في الحزب النازي لضباط الـ S-S أكتر من ضباط الـ S-A ضباط الـ S-S وضباط الـ S-A يعني إيه الكلام ده؟ ضباط الـ S-A هم ضباط قوات العصفة قوات العصفة إخسارتها S-A أما ضباط الـ S-S فدول كانوا الشرطة السرية للحزب النازي قوات خاصة بيتكون من مجموعة مختارة من الضباط والجنود ومهمتهم هي حماية هتلال شخصياً والقيادات العليا في الحزب النازي قوات العصفة يعني بيسمعوا الأوامر ضباط العصفة ولكن بعد تفرد إرنستروم بالسلطة على قوات العصفة هتلال قرر أن ضباط الـ S-S هيكون لهم امتيازات تخليهم لا يخضعوا لسلطة قوات العصفة وخلى قائدهم واحد من أهم مساعدي ومن أكتر الناس اللي هتلال بيسق فيه هاينريك هملر وفي سنة 1933 الحزب النازي كان وصل لقمة القوة في كل حاجة سياسياً هتلال هو المستشار الألماني ومعه قانون التمكين شعبياً الحزب النازي معه 100% من مقاعد البرلمان الألماني عسكرياً قوات العصفة وصلت اعدادها لـ 2 مليون جندي مقاتل بمعنى صح الحزب النازي تحول إلى دويلة صغيرة جوى ألمانيا مش فاضل بس غير إنه نحول الدويلة الصغيرة دي إلى دولة حقيقية على أرض الواقع وده مش هيحصل إلا بالسيطرة على ألمانيا وتحويل الحزب النازي إلى الدولة النازية الله هو كل ده ولسه ما سيطرش على ألمانيا طبعاً لسه ما سيطرش على ألمانيا لسه فاضل الجيش الألماني الحقيقي لو تعداده 100000 شخص ده بتاع معادة فرسايل هو معلش يعني الميت ألف كحيان دول هيعملوا إيه ضد 2 مليون واحد من قوات العصفة لا دول يعملوا كتير جداً الميت ألف دول اللي انت بتقلل منهم هم القوة العسكرية الرسمية المعترف بها الألمانيا أما بقى الـ 2 مليون بتعود قوات العصفة فهما بالنسبة للعالم كله عبارة عن ميليشيات مسلحة مش أكتر حاجة غير قانونية وغير معترف بها دولياً يعني في المعاملات الدولية ما حدش يتعامل مع ضباط العصفة إنما كله هيتعامل مع ضباط الجيش الألماني الرسميين وهنا يبتدي ضق جرس الإنذار في قوات العصفة وقائدهم إرنست روم اللي حس بضرورة دمج قوات العصفة مع الجيش الألماني الرسمي علشان تحصل قوات العصفة على الصفة الرسمية بدل من الناس بتتعامل معهم على إنهم ميليشيات متضرفة علشان كده فأوائل سنة ألسة عمير بعة وثلاثين روم طلب من هتلر إن فعلاً يحصل دمج ما بيقوات العصفة والجيش الألماني ويسبوحوا هما الاتنين تحت سيطرة إرنست روم وطلب من هتلر برضو إن بعد ما يتم الدمج ده تحصل الثورة التانية اللي هيتم فيها تطبيق الاشتراكية الاشتراكية اللي أصلاً الحزب معمول على حسها انتو نسيتوا إن الحزب الألماني هو أصلاً حزب العمال القومي الاشتراكي طيب فين الاشتراكية معليش لازم تطبق والطلبين هتلر رفضهم تماماً أولاً مش هينفع نطبق الاشتراكية دلوقتي اللي إننا محتاجين لرؤوس الأموال ثانياً إنسى تماماً موضوع دمج الجيش مع قوات العصفة ده مش هيحصل لإنه هيحول إرنست روم إلى أقوى شخص في ألمانيا اللي هو المنصب اللي هتلر هيموت ويوصله إرنست روم هيبقى معاه الجيش الألماني بالكامل بالإضافة لقوات العصفة وهيبقى لهم الصفة الرسمية في ألمانيا وبرة ألمانيا يعني لا قلون تمكين ولا برلمان ولا دستور ولا بطيخ هيمنعك من إنك تعمل انقلاب عسكري علي وترميني في السجن لو سمعنا كلام إرنست روم في حوار الدمج الانقلاب العسكري ده هيكون ما فيش أسهل منه ده غير إنه ضباط الجيش الألماني رفضوا رفضاً تاماً موضوع الدمج ده إحنا جنرالات ومارشلات أبطال الحرب العالمية الأولى على آخر الزمن هيقودنا ضباط بتعود ميليشيات لدرجة إن رئيس ألمانيا شخصياً فون هندنبرج تدخل لمنع مهزلة الدمج دي وهدد هتلر إن لو ما شفش حل الإرنست روم وتصرفاته العشوائية فهو هيتطر إنه هو يعلن قانون مارشال اللي هيدي لفون هندنبرج السلطة إنه يحل حكومة هتلر ويعزله من منصوبه ويعمل حكومة عسكرية قائدها هو الجيش الألماني عارف ده معناه إيه؟ حرب أهلية الجيش الألماني بقيادة فون هندنبرج هيحارب قوات العصفة بقيادة إرنست روم كارثة ممكن تحل على ألمانيا بالكامل وهنا هتلر كان لازم يختار هل ينحاز لفون هندنبرج والجيش الألماني ولا ينحاز لإرنست روم صديقه وقوات العصفة وهنا يختار هتلر إنه هو ينحاز للجيش الألماني الرسمي ضد قوات العصفة الغير رسمية تخيل إنه هتلر هيعادي القوات اللي ربهم تحت إيده هتلر هيعادي الناس اللي وصلوه للي هو فيه هتلر هيعادي أعز أصدقائه إرنستروم وهنا انت ممكن يجي على بالك سؤال مهم جدا هو مش قوات العاصفة أقوى من الجيش الألماني طب هتلر يروح ينضم القوات العاصفة ويعمل هو انقلاب على الجيش الألماني يبقى ليه هتلر اختار الأضعف وساب الأقوى هتلر اختار الجيش الألماني لأنه عارف أنه هو ضعيف هتلر مش عاوز حد يبقى أقوى منه في ألمانيا وبصراحة كده إرنستروم بقى أقوى منه ولازم حد يوقفه وما فيش حاجة هتقدر توقف إرنستروم إلا تحالف ما بين كل القوى الموجودة في ألمانيا اللي هم مين؟ الرئيس فون هندنبرغ والجيش الألماني والحزب النازي وهتلر نفسه لازم كل دول يتحدوا مع بعض ضد إرنستروم وقوات العاصفة ويبدأ التجهيز للتخلص من إرنستروم في 24 يونيو سنة 1934 يتم تسليم تقارير إلى ضباط قوات الاس اس والتقارير دي بتقول إن إرنستروم تلقى رشوة من فرنسا على أن يعمل انقلاب على هتلر والتقارير دي مضروبة زورها هيرمان جورنج وهنريك هملر نفسهم والغرض من الحركة دي هو تجهيز ضباط الاس اس نفسيا للي إحتمال يحصل في المستقبل أصل معلش يعني أنا ضابط في قوات الاس اس إيه اللي هيخليني أروح أنضم الحملة علشان أنقالب على قائد قوات العاصفة ما لازم طبعا يكون في سبب والخطة تنجح نجاح باهر وطباط الاس اس يصدقوا فعلا إن إرنستروم خاين وعاز ينقلب على هتلر ووعد تسليم التقارير بيومين بس قادة الجيش الألماني يبدأوا يجهزوا نفسهم لإحتمالية وجود أي صدام عسكري ما بينهم وبين قوات العاصفة وبعدها في يوم 27 يونيو هتلر يتحرك بنفسه علشان يتأكد من جاهزية قوات الاس اس وفي 28 يونيو هتلر يتأكد إن كل القوة جاهزة لصد إرنستروم ويأمر بعمل اجتماع طارق مع كل قادة قوات العاصفة في فندق هانس الباور هو ده الطعم اللي هيلم فيه كل قادة العاصفة علشان يخلص عليهم وفي يوم 30 يونيو ينعقد الاجتماع ويحضر كل قادة قوات العاصفة إلى الفندق وعلى رأسهم إرنستروم وتبدأ ما تعرف بليلة السكاكين الطويلة هتلر ما يحضرش الاجتماع والضباط وإرنستروم يفضلوا مستنين هتلر لحد لما ييجي ولكن هتلر ما يجيش والوقت يتأخر بالليل ويروح كل واحد فيهم على قطه علشان ينام وعلى الساعة 4.30 صباح يوم 30 يونيو 1934 هتلر بنفسه يقود مجموعة من قوات الاس اس ويقبض على كل ضباط قوات العاصفة اللي كانوا منتشرين في شوارع بات فيسي علشان يحموا إرنستروم والضباط الكبار اللي بيحضروا الاجتماع وعلى الساعة 6 صباحا هتلر وقوات الاس اس يكونوا نجحوا في القبض على كل ضباط العاصفة المنتشرين في الشوارع ويبقى الطريق لهم مفتوح لاقتحام الفندق والقبض على إرنستروم كل ده ولسه إرنستروم وأتباعه نايمين في السرير ومش حاسين بأي حاجة بتحصل وعلى الساعة 7 صباحا قوات الاس اس كانوا اقتحموا الفندق واعتقلوا كل اللي فيه وهتلر بنفسه رحل إرنستروم قطه ووضعوا رهن الاعتقال ووجه له تهمة الخيانة ومحاولة الانقلاب عليه هتلر قبل بداية تنفيذ حركته كان عمل قائمة بالناس والضباط اللي واجب التخلص منهم وبعد انتهاء تنفيذ الخطة بتاعته هتلر كان أبض على كل اللي موجودين في القائمة علشان يؤمر بعدها ببدء تنفيذ فرق الإعدام الإكسيكيوشن سكوادز اللي هتعدم كل اللي اتأبض عليهم وبدون محاكمات ملهاش لازمة المحاكمات أصلي لحد هيتسجن ولا حد هياخد براءة كله إعدام علشان يتم قتل في الليلة دي ما يقرب من 400 شخص من أكبر قيادات قوات العاصفة واللي كان منهم إرنستروم نفسه وتصبح قوات العاصفة من غير دباط كبار علشان يوجهوهم وبدون قائد علشان يحكمهم وهو ده بالضبط اللي هتلر كان عاوزه بمعنى أصح قوات العاصفة تحولت إلى جسد من غير رأس يحركها الجديل بالذكر إن حادثة السكاكين الطويلة ما كانتش بس ضد قوات العاصفة دي وسعت وشملت كل المعارضة اللي موجودة في ألمانيا أي حد ظهر عليه عداء ولو بسيط الحزب النازي كان بينضم الضحايا المجزرة دي ليلة السكاكين الطويلة انتهت رسميا بعد ثلاث يام بدقها يعني في يوم 2 يوليو 1934 وتم فيها قتل ما يقرب من ألف شخص من أعداء هتلر الشعب الألماني شايف الفوضى اللي بتحصل في الشوارع وأخبار قتل واعتقال قادة العاصفة صدم الشعب الألماني ولكن الصدمة الأكبر كانت اللي حصل للمعارضة وده ممكن يقلب الرأي العام الألماني ضد هتلر وحزبه النازي ده احنا ما صدقنا خلناهم يقبلوا النازية دلوقتي هنكرهم فيها لابد من حل سريع وبسرعة هتلر يؤمر وزير الإعلام بتاعه جوزيف جوبلز انه ينشر الوسائق بتاعت الانقلاب في كل الصحف الألمانية الوسائق المزيفة اللي سلموها زمان لضباط الاس اس علشان يتحكوا عليهم يمكن يعرفوا يتحكوا كمان على الشعب الألماني ويقنعوهم ان ايرنستروم وقوات العاصفة كانوا فعلا بيفكروا في انقلاب على هتلر وبعدها على طول يتم حرق كل أرشيف الأيام اللي حصلت فيها الأحداث دي يعني كل الرسائل والمستندات والملفات والأوراق اللي تم تبادلها ما بين هتلر وما بين أي حد تاني في خلال الأيام اللي حصلت فيها الأحداث دي ما بقاش لها أي وجود لحسن تتصرب ورقة كده ولا كده تودي هتلر وحزبه النازي في 60 دهية زي التسريبات اللي بتحصل في الوسائق الأمريكية دلوقتي وفي 13 يوليو سنة 1934 يعني بعد المجزرة ب11 يوم بالزبط هتلر يلقي خطابه على الشعب الألماني علشان يبرر لهم سبب العمل وده كله وأهم حاجة يبرر لهم ليه ما كانش فيه محاكمات للمزنبين ليه تم إعدامهم على طول لأن هتلر عارف إن الخطابات دي لعبته وهيلعب في دماغ الشعب الألماني يعني هيلعب في دماغ الشعب الألماني وبالفعل خطة هتلر تنجح والشعب الألماني يقتنع إن هتلر أنقذوا من محاولة انقلاب وأنقذوا من حرب أهلية كان ممكن تحصل بسبب إرنستروم وقوات العصفة وعلشان يثبت حسن نواياه هتلر صرف تعودات لأي حد ما تخلل الأحداث اللي فاتت علشان يبين إنه شخص مش دموي ولكن عاوز يرتكب كل المجازر دي إنما هو بس كان عاوز يحمي ألمانيا من اضطراباته الفوضى وكان عاوز يحميها من الفتنة وعلشان هتلر يحمي نفسه أكتر وأكتر من أي محاكمات مستقبلية هيصدق على قانون بيديره السلطة إنه يحمي ألمانيا من أي محاولة خيانة أو انقلاب يعني هتلر مستقبلا هيقدر يعمل مدبحة زي اللي عملها دي تاني من غير ما يتحاسب حتى المدبحة اللي فاتت مش هيتحاسب عليها بحكم القانون اللي هو صدق عليه وكل ده بمساعدة وزير العدل الألماني اللي هو بينتمي للنازية اللي صغله القانون بطريقة ما تخرش المياه يبني اللذين يا هتلر ويحقق هتلر حلمه أخيرا ويتخلص من إرنستروم وقوات العصفة وكل المعارضة اللي في ألمانيا الكابوس اللي كان بيطرده كل يوم وكان على وشك إنه يضيح به من سلطة ألمانيا ومن سخرية القدر إن الرئيس فون هندنبرج اللي هو الوحيد اللي هتلر بيخاف منه وبيعمله احترام ويعتبر أقوى من هتلر يموت بعد الأحداث دي كلها بشهر واحد فقط ليلة السكاكين الطويلة بدأت في أول يوليو 1934 فون هندنبرج مات في أغسطس 1934 كأن مصير هتلر هو حكم ألمانيا علشان يصبح هتلر رسميا هو أقوى شخص في ألمانيا وبدون أي منازع على الإطلاق وكلنا عارفين إيه اللي حصل بعد كده وبس كي يديك نتكل لحاجة الفيديو النهاردة إليت العجب في زي ما ستعمل لك بشارك في القناة ولو عندك أي سؤال تسألني عليه تحت في التعليقات وإن شاء الله أجاوب عليه في حلقة الأسئلة اللي بنعملها في أول كل شهر ولو عجبتك الحلقة دي تشاهرها مع صحابك وشكرا